ينضم إلينا من مقار المفاوضية العليا للانتخابات عبدالعزيز الفاخر مراسل الغد عبدالعزيز ضعنا بأبرز التطورات وآخر الأسماء التي قدمت أوراقها للترشح نعم كاثري نبدأ على مستوى الانتخابات المترشحين للانتخابات الرئاسية قبل قليل قدم عارف النايل الذي كان يشغل منصب سفير ليبيا للدولة الإمارات العربية المتحدة أوراقه لدى المفاوضية العليا للانتخابات عن دائرة بنغازي قبل لحظات كمترشح للانتخابات الرئاسية أيضا هناك في العاصمة طرابلس ربما شهدنا قبل قليل عن تقديم محمد الشريف كذلك أوراقه للدائرة الانتخابية عن العاصمة طرابلس في انتظار أن يكون هناك إقبال كذلك خلال الساعات القليلة القادمة أو الأيام القادمة مع اقتراب الآن المدة على النفاذ الممنوحة لكل المترشحين للتنافس على منصب رئيس البلاد ولكن الحدث الفارق والبارز اليوم هو البيان الذي كان منتظرا ومرتقبا من المترشح للرئاسة سيف الإسلام القذافي ربما بمتابعة هم جاء في هذا البيان حيث دعا المترشح الرئاسة سيف الإسلام القذافي لجميع الليبيين المؤمنين بالتصالح وكذلك المؤمنين بالمجموع أو بالمشروع الوطني الجامع والتصالح على التفاعل بإيجابية في العملية الانتخابية المرتقبة وعلى جميع كذلك الناخبين التقدم لمراكز الاقتراع والسلام بطاقاتهم الانتخابية بالإضافة كذلك للتأكيد على أن في هذه المرحلة المفصلية والمصرية من عمر ليبيا تحتاج إلى التكاثف وعلى أن يكون هناك مجهود مضاعف من كل الليبيين من قلال المتابع والرزل لهذا البيان يغلب عليه بشكل كبير طابع ربما الآن التوافق أو محاولة هنا من سيف الإسلام القذافي مخاطبة جميع الليبيين على مختلف توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية لتوحد حول الآن على الضرورة ووجوب إجراء الانتخابات وبالتالي الرضا الكامل على من سيكون رئيس للبلاد بناء على إرادة الليبيين وستتمثل بالتصويت في سنديق الاقتراع في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل الآن ننتظر أيضا يكون هناك تحركات من قبل جميع المترشحين حقيقة للرئاسة بيانات ستصدر أيضا خطابات وكذلك فيما يتعلق بالحملة الدعائية والترويجية لكل المترشحين سواء كان لمنافسة على منصب رئيس البلاد وحتى المقاعد الانتخابية فقط من خلال أيضا متابعة عودة على الآن بيان سيف الإسلام معمر القذافي بعض مما تحدثنا معهم عقب انتهاء أو عقب صدور بيان سيف الإسلام معمر القذافي الجميع يتحدث على أن هذه الخطوة كانت منتظرة وكذلك كانت متوقعة أيضا فيما يتعلق الآن بجزئية العفو الذي أعلن عنه فريق سيف الإسلام القذافي الانتخابي الذي قال فيه سيف الإسلام القذافي على إنه سام يصدر مرسوم عفو على جميع الليبيين من عام 1969 حتى تاريخ الـ 24 من ديسمبر والبدء في صفحة جديدة وطيء صفحة الماضي كل ذلك هو يؤكد ربما أن سيف الإسلام القذافي السابق ليس كالحالي ربما النظرة الجديدة وكذلك تأكيد هذا الخطاب والبيان عن أن المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد والناجع كذلك في طريق الاستقرار واستعادة ليبيا لمكانتها عبدالعزيز الفاخري مراسل الغد كنت معنا من ليبيا شكرا لك ترجمة نانسي قنقر